أهلا بحضراتكم من جديد لسه نتكلم معاكم عن القرارات اللي أصدرها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس في محافظة المية والخاصة بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة نتكلم عن من كل الفئة أصحاب الكاديرات القاصة نتكلم أنه مفروض بموجب هذه القرارات يزيد دخل الموظف حد أدنى ألف جنيه شهريا وده ينفذ اعتبارا من أول إبريل عشرين تلاتة وعشرين هيحصل رفع للحد الأدنى كمان للدرجة الستة وده يعادل 3500 جنيه شهريا زيادة للحد الأدنى للدرجة التالتة النوعية وده يعادل 5000 جنيه شهريا رفع للحد الأدنى لحاملية درجة الماجستير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوصل ل 6000 جنيه شهريا زيادة للحد الأدنى لحاملية درجة الدكتوران من العاملين يوصل لحد 7000 جنيه شهريا رفع كمان حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي لحد 30 ألف جنيه بدل مكان 24 ألف جنيه المعاشات كمان حتزيد بنسبة 15% حيانه كل هذه القرارات قرارات هامة جدا في توقيت هام جدا وليها دلالات قوية جدا تجاه الاقتصاد المصري لكن يبقى سؤال الناس المهم الحقيقة كيف تتحمل الدولة هذه الأعباء لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية نتكلم مع حضرتكم بشيء من التفصيل مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أهلا بحضرتك كيدا عقص سهل خير أهلا سهل أهلا بك زي ما كنا من التكلم قرارات مهمة جدا لدعم الناس في هذا توقيت الحرج وفي هذه الأزمة الاقتصادية زي دولة حتافي بهذه الالتزامات والقرارات بداية من أبريل زي ما صرح سيد رئيس عبد الفتاح السيسي هو بداية اللي يتابع تصريحات السيد رئيس الجمهورية خلال الأسابيع الموضرية خلال الشهور الموضرية يمكن أن نحية مؤخرا كان دوما الحديث المتكادر أنه بيشعر بإحساس المواطن إدفاع الأسعار بالتأكيد المواطن بيقين من وجهة كبيرة من إدفاع الأسعار مواطن للتضخم، الدورة موجودة هاسم بتتعامل مع هذا العمر، زي ما أشهر ألساد رئيس أنه أخذن في الاعتبار أنه الجزء الأكبر من هذه الارتفاعات بتأتي مال خارج وهذه الارتفاعات مش بس موجودة في مصر احنا بنواجه أعلى موجة للتضخم فيه تقريبا كل بلاد الدنيا بنتكلم على أوروبا، بنتكلم على أوروبا، بنتكلم على أمريكية، بنتكلم على الفار إيست الحقيقة الكل بيعاني من موجة كبيرة من إدفاع الأسعار، بيعاني من انخفاض المعدود من السادة المختلفة في الأسواق وبالتالي حال الدولة المصرية حال مصريين هو حال باقي المواطنين على مستوى العالم ويمكن المهم أنه مصر مدركة لهذه التحديات بتتعامل معاها فيما هو متاح لديها من موادد ويمكن الحقيقة الحكومة المصرية بتتعامل مع تطورات المشهد الاقتصادي العالمي الحياة بمزيد من الهدوء بتسع جاهدة لي أن تتحمل الدولة أو المواطنين عمل الدولة الجزء الأكبر من كلفة الزيادة في الأسعار ده يمكن مش موجود في معظم الدولة، احنا بنتكلم على دولة حرق أوبيا أو الهدوء بتاحية متجاية الجزء الأكبر من كلفة التدفاع الأسعار بيتحملها المواطن الدولة المصرية موجودة تماماً يقولون المواطن في مستويات الدخول الحالية لا يستطيع أن يتحمل هذا العمل بالتالي الحياة الدولة أو الحكومة الحياة ويمكن توجيهة من الإلصاد وإسانه إزاي نعين المواطن مخصصة بمحدود الدخل في أن يتحمل هذه الموجة الكبيرة من اللي تفعل أعصاد أخذنا في اللي تابع أننا الحقيقة داخلين على شهر رمضان المبارك احنا عتدنا الزيادات السنوية بتتم في بداية العام المالي 1-7 لكن أما وإنه الموجة الكبيرة من الدفاع الأسعار والدولة الموجودة كهازة وعلشان تخفف من الضغوط على المواطنين فالحقيقة لجت لأن تبكر من فكرة زيادة المواطنين والمعاشات وحزمة البرامج الاجتماعية علشان تبدأ من 1-4 إزاي ما حقيق أشهرتي تقريباً هذه القاعدات بتتضمن الجزء الأقبل من سواء كانوا العاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات أو حتى المستفيدين من بنامج تكافر وكرامة اللي حيث تعدادهم قد يصل لحوالي 20 مليون أو يزيد وبالتالي هي إزاي هزيدهم 25% ودرقهم كبير جداً جداً صحيح ومش بس الزيادة لكن كمان حجمه عدد المستفيدين مسألة مهمة للغاية الموازنة هتتحمل هذا الأمر إزاي؟ إنه الحقيقة يمكن في إطار عادة تتيب الموازنة العامة في إطار عادة تتيب الأولويات إنه الدولة مجيكت تماماً إنه مش كل فئات المجتمع تستطيع أن تتحمل بوجهة اتفاعل عصارات فالحيح يمكن أن يتم نقل جزء من اتفاعل عصارات لمن يتحمله والجزء الأقبل من اتفاعل عصارات لمن لا يتحمله بالتأكيد الحكومة بتاخد قاعداتها في هذا الإطار بتوجيهات من السيد الرئيس فالموازنة العامة للدولة بتأكيد هي اللي بتتحمل هذه الكلفة الكبيرة منها لتفاعل عصارات نظر في الاعتبار أنه الحياة كمان الاقتصاد بيواجه ظروف صعبة للغاية بنتكلم على فاتورة دعم الطاقة الحياة متزايدة بشدة على رغم من القرار اللي صدر منذ ساعة في متعلق بتحرير أسعار عدد من المشركات البترولية البنزيني 92 95 لكي الحياة الدولة كمان لم تحرك أسعار السولار